السلام عليكم أنا مهنس عبد الرحمن لو حضرتك أو حضرتك بتشوف الفيديو ده فغالبا تمتابع الطرحة بتاع وزارة الإسكان اللي التقديم بدأ عليه مبارح يوم 15 فبراير اللي هو أخص بوحدات سكن مصر ودار مصر وجنة في الفيديو ده أنا أعمل آلة حزبة تكون حاجة استرشادية كده اللي حابب يحسب سعر الإسط بتاع الوحدة في الأنظمة المختلفة للسداد الحقيقة أنا كنت أعمل آلة حزبة دي عشان أستخدمها بشكل شخصي لكن لقيت إن بعد ما تقديم فتح في ناس كتير بتسأل إزاي تحسب سعر الإسط خصوصاً كمان إن الآلة الحزبة اللي عملها أو اللي عملها موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التنويل العقاري مش واضحة كفاية على الآلة اللي هي يعني فقلت خلاص أطور الآلة الحزبة دي بحيث تكون سهلة الاستخدام وانشورها معاكم يمكن تفيد حد إن شاء الله فالآلة الحزبة ديت هي مش هتحدد لك نظام السداد يعني مش هيقولك مثلاً تتخلك كذا يبقى المفروض تسدد أو سعر الوحدة كذا فالمفروض تسدد بالنظام الفلاني لأ إنت هتفترض النظام وتحسب على أساسه بالأرقام اللي حد داخلها فالمفروض تكون فاهم إمتى مثلاً بتدخل تحت الثلاثة في المئة متنقصة الفايدة أو الثمانية في المئة إمتى هتختار إسط ثابت أو لازم هيكون إسط متزايد وسعر الوحدة سنوات التقسيط المقدم هيكون كام سنوات التقسيط مثلاً هل سنك يسمح بالتلاتين أو خمسة وعشرين سنة للثمانية في المئة ولا هيكون أقل فعندنا بعض النمازج الاسترشادية هنا دي يكون رصد شروط جنة في أربع جداول هنا ممكن نبدأ بالفوق يمين دوت هنلاقي إن في هنا بيقولك المقدم بيكون خمسة وارف المئة لو سعر الوحدة لغاية مليون ومئة أو لازم يكون الاشتين في المئة لو سعر الوحدة بين مليون ومئة والحد الف ربعمية ده المقدم اللي هو على الأقل ممكن يكون أكتر من جدا في الحالتين لكن ده الحد الأدنى للمقدم في الحالات ديه ودي فايدة الثلاثة في المئة متنقصة وده القسط المتزايد سبعة في المئة سنوياً فهنجرب هنا مثلاً دي سعر الوحدة كام تسعمية وتلاتةاشر تلتمية وتمانين نحطه هنا وقال دي طبعاً تحت المليون مئة فهنقول إن النسبة المقدم خمستاشر سنوات التأسيد هنفترض نية تلاتين نظام الفايدة هنا تلاتة في المئة متنقصة القسط هنا أقل نومة تزايد سبعة في المئة نظام الوضيعة الصيانة هل هيكون داخل القرد يعني هتقصتها ولا هيكون خارج القرد هتفاع كاش فنشوف هنا في الجدول هو مثلاً آيل إن طيب آآ مبلغ القرد غير شامل مبلغ الصيانة 822 نحن عندنا قرد 822 بس ده طيب هنا خارج القرد هو قال نوع غير شامل المبلغ الصيانة لكن هو كده الرقم المفروض الرقم القرد يكون داخل فيه آآ مبلغ الصيانة مش عارف في الحقيقة هو ده خطأ عندهم ولا ايه لكن ماشي نحن عندنا قرد 822 فعليزين نشوف اللقصات بتاعته هتبقى كام وقتال مقدم 137 مزبوط كده 137 لاني هتقصتها 50% فهندغط هنا احسب فعليط لعلك ان سهر الواحدة اللي انت دخلته 913 المدفوع كاش 137 اللي هو المقدم 50% لان احنا كده دخلنا الخمسة في المئة بتاعته الصيانة داخل القرد فالقرد بتاعنا 2822 طيب نشوف هتطلعك هنا اول است بس قيمة القست الاولاني اللي هو 1275 فاحنا الالة الحزبة بتاعيه تم طلعه 1282 يعني ورقم دقريبي يعني ازياد حوالي 7 جنيه لكن ماشي يعني ايه بيديك الرنج اللي هو يعني يعرفك الدنياتك هتبقى عاملة ازاي مش بيديك رحم بالزبط ولكن بيديك رنج دقريبي فهنا اللقصات الشهرية تبدأ بين 1282 وتبدأ تزيد معاك لغاية اخر السنة 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 التلاتين هيكون ما في سنة 925 ممكن بقى يطلع تسعمية تسعمتين يعني في نسبة خطأ ان شاء الله تكون بسيطة بيقولك ان متوسط القست الشهري في الحالة دي مثلا اربعة تمانية وتلاتين والحد الادنى للدخل عند الضغط عقد يعني مرتبك المفروض ما يقلش عن الرقم ده اللي هو تلاتة امتين وستة بحيث ان تضحق شرط الارواعين في المية وكده اجمال الفايدة بتاعك هيكون كام ستمية واحد وتلاتين سعمائة وتسعين يعني يقول ستمية اتنين وتلاتين وده الرقم اللي انت هتكون دفعته في النهاية اللي هو سعر الكاش اللي انت دفعته اللي هو المقدم زائد الصيانة زائد القرد او القرد اللي انت هم دخل في الصيانة فده اللي انت هتكون دفعته اجمالا القرد بالفايد طبعا يعني اللي انت قصدته واللي انت دفعته كاش ده اجمال اللي انت دفعته فيه بيكون مصاريف تانية اللي هي واحد ونصف المية تريبا مجلس امناء وحاجات زي كده دي مش محسوبة هنا فممكن تبقى تحطاه في حسابك هنا طيب نعمل العودة لو جينا بصنا على نفس النموذج دوت اللي هو التسعمائة وتلاتاشر تلاتمائة امانين دوت نسيح الجزء الثابت في النظام الاست الثابت اللي هو نفس النظام 3% فايده هو اضطنا نفس المبلغ هنقول هنا الاست ثابت. ولنفس الارقام اللي اضطناها 3% تلاتين سنه وهنا هو سأضطي الارقام مزبوط اللي هو هذا فقط خارج القرد، نظام الوديع سيكون خارج القرد فكده القرد بتاعنا اسم مفخدط لها 776 هنا مزبوط 776 يبقى احنا ضطرنا الارقام مزبوط المقدم برضو بتاعنا هو والاست ايه السابت هنا كتبنا الاست ثابت فهنحسب طيب قال لنا ان الاست الشرح سيكون تلاتة تلتمية هو هنا مطلعه تلاتة امتين تلاتة وسبعين يعني برضو فيه فرق حوالي سبعة وشرين جنيه ماشي يعني الرنج دقريبي هيطلع لك هنا انه اجمالي الفايدة ربعمية واحداشر الحدد الادنى للدخل بتاعك هيكون 8252 هو هنا بادي بالدخل الشهري 8200 يعني او ده اللي هو يحقق شرط ال40 في المية احنا طالع معنا رقم اكبر حاجة بسيطة عشان الاست طالع معنا اكبر حاجة بسيطة طبعا دي ارقام تاخريبية فتساعدك بس ان انت تفهم الدنيا بتاعتك ايه واجمالي المبلغ المدفوع هتلاحظ انه هو اقل من الاجمالي بتاع لو كان الاست متزايد طيب ليه اه في الفرق ده احنا ممكن نكلم في النقطة ديت دلوقتي احنا اه الفوايد هنا اقل لكن لاحظ ان انت هتدفع طول التلاتين سنة الرقم ده سابت اللي هو تلاتة تلتمية مسلا بينما لو كان النظام اللي هو المتزايد هنا فانت بتدفع في الاول في اعلى ما توصل التلاتة تلاتة تلتمية ده هتوصلها تريبا في السنة الخمستاشر يعني في نص المدة فاول الخمستاشر سنة بتكون بتدفع الرقم اقل بتدفع رقم بسيطة جدا يعني لو بتدفع مثلا Blazariol 12300 بعد 10400 500 600 وهكذا فانت بتدفع في السنين اللي في الاول اللي هي المفروض فيها قيمة العقار بيكون اقل على افترض انه هو مع السنين قيمة العقارات بيزيد مع قيمة العملةassed ال فانت بتدفع قيمة العقار اقل بتدفع الرقم الاقل ولما قيمة العقار بتبدأ تزيد مع ذلك وقيمة العملة بتقل بتدفع رقم اكبر فدي حاجة منطقية شوية عشان كده إجمالي الفايدة 631 لكن إنت بتكون دفعت أغلب المبلغ دوت في السنين اللي في الآخر اللي هي بيكون فيها المفروض أن دخلك زاد وأن قيمة العملة نفسها قلت فكده إيه بيحصلوا منك تقريبا المحصلة بتكون المفروض واحدة يعني هي مش نفس الرقم لكن بتكون نفس القيمة تقريبا يعني هي أعتقد نهاية محسوبة كده لأن حلو جبنا الإستثابة التاني واخترنا عشان نعمل نفس الشرط بتاعهم نعمل إحسب كده طيب هنلاقي إنه الإستثاري بتاعك 3300 بس تدفع تولي 15 سنة يعني أنت في الآخر مش هتوصل للأرقام اللي هي 9000 في السنة وكده ولكن أنت في السنين الأولانية اللي هي قيمة العقارة لسه أقل من السنين اللي بعد كده وقيمة العملة مفروض أن هي أعلى بتكون بتدفع رقم أكبر في الأول وفي الآخر بتكون بتدفع نفس الرقم فبيكون برضو القيمة المدفوعة إجمالا ممكن تكون هي هي فهو بيكون فيه الاعتبار ده أعتقد في الحزب لكن طبعا ده ميزة وده ميزة الميزة هنا أن أنت حتفضل الرقم بتاعك ثابت أنت عرف 3300 مش هتدفع الأرقام الكبيرة في الآخر وهناك الميزة أن أنت لو معكش مبلغ كبير في الأول هتدفع أرقام بسيطة جدا اللي هي اللي هي بتبدأ بين 1200 وهكذا فدي أرقام بتكون بسيطة في الأول أنت معكش دخل كبير في الأول ولحد الأدنى لدخل بتاعك هيكون حاجة بسيطة طيب ده كده دي نقطة للفرق بين الأسط الثابت والمتزايد لو جنا جربنا نموذج تاني من المقدمة 20% و 8% اللي وحدثت اللي هي أكبر من 1.400.000 فعنأخذ مثلا أغلى واحدة هنا اللي هي 1.850.000 وضعنا هنا وخطينا المقدمة 20% وسنوات التقسيد 25% عشان دي فايدة 8% متناقصة والأسط متزايد النظام الوضيع داخل واخر القرد نشوفه هنا نعمل إيه مليون ماشي كده نفس الرقم هو يبقى هي داخل القرد هنا وحنشوف هو بيقول إنها أول إست المفروض يكون 650 هنحسب هنا مبلغ المقدمة 361 مزبوط نحسب طيب طلع معانا 600 أو 6164 هنا طلع 650 فالرقم برضو قريب فرق 14 جنيه بس يعني إيه نفس الرينج وحنبص برضو هنلاقي أنت في الآخر في الآخر سنة مسلا تفع 31 ده رقم كبير جداً لكن هتبص لها أنت في أول إيه عشر سنين دفعت رقم أقل من العشرة تقريباً ومتواسط اللي انت بتفعه طول السنين 15 ألف وشوية إجمال الفايدة بيوصل معك لثلاثة مليون يعني إجمال الوحدة بيوصل لفول خمسة مليون طبعاً أنا مش عايز على الرقم ديت الحكم ليك لكن لو جمنا نظام القست الثابت عشان نقارن هنا فهتلاقي إنه الوحدة طيب كده خارج القرد ماشي ده مبلغ القرد مظبوط قيمة القست المفروض إنه هيطلع 11 150 في الرينج ده ده نفس المقدم برضو طيب هختارنا هنا القست الثابت نحسب فطلع معنا القست الشهري ماشي طلع معنا أزياد برضو حوالي 80 جنيه والحاجة اللي هو هنا طلع 11 150 عندنا 11 277 نفس الرينج تقريباً طبعاً الأرقام الصغيرة دي هتفرق مع المدة طويلة لكن احنا بلقنا إنه دي مش أرقام رسمية دي حاجة بس بتعرفك الرينج اللي انت هتمشي عليه هتلاقي هنا برضو إن إجمال الفايدة بقى أقل بكتير جداً وإجمالي المدفوعة هناك كان فوق الخمسة مليون هنا معك ثلاثة مليون سبعمية بس هو رقم كبير برضو ولكن أقل من اللي هناك فهي دي الفكرة في إيه إن دا نفس اللي تكلمنا فيه انت هتتفع هنا 11 ألف طول السنين لكن هناك بتبدأ بقصة بستة بعد كده ستة وشوية سبعة تمانية وهكذا لغاية ما توصل تبدأ تدفع فوق العشرة بعد عشر سنين ولا حاجة بعد كده القصة بيزيد معك بقى لعشرين وتلاتين ده في السنين اللي في الأخر فهي دي الفكرة إن انت بتدفع في الأول أرقام بسيطة ففي الأخر بتدفع أرقام كبيرة بينما هنا انت بتدفع طول السنين رقم واحد فالمفروض إن يعني لو لو الدنيا ماشية زي ما احنا متوقعين هو القيمة العقار كده كده بتزيد مع الوقت وقيمة العقار اللي ممكن تكون بتقل فنفس الكلام الأولامي شوية مفروض إن كده بتدفع نفس القيمة تقريبا في الأخر فالنظام ممكن انت تختاره الأنسب ليك أو ممكن يحدد لك هو لازم المتزايد 7% لو لو الدخل بتاعك ما يكفيش الـ 40% تكون الرس السابت في البداية فبيختار لك خلاص النظام المتزايد 7% لما تعيز الوحدة دي أتمنى أكون أفدتكم وشكرا لكم